موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي طقس العرب في السعودية نرحي بكم بهذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها حول عدم استقرار الجو المتوقع في المنطقة الجنوبية الغربية المحاور التي سنحدث هي استمرار عدم استقرار الجو في المنطقة الجنوبية الغربية أيضا زخات رعدية غزيرة من الأمطار متوقعة في منطقة جازان وعسير واستمرار التقس الصيفي الحار في باقي المناطق كالعادة لم تنشرتنا بسؤال الأقمال الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم والتوضح خلوع عموم منطقة المملكة العربية السعودية من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المتوسطة والعالية التي تشرت خلال ساعة الصباح في المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا أقصى جنوب المملكة كانت أغلبها غير بدون فعالية ننتقل عن الخراءة الأمطار المتوقعة من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة والتوضح استمرار لتكاثر الغيوم الرعدية الركامية بشكل يومي في المرتفعات الجنوبية الغربية تحديدا مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد نحو منطقة الطائف وأيضا مرتفعات مكة المكرمة يوميا خلال ساعات الظهيرة والعصر حطات الزخات الرعدية غزيرة من الأمطار في تلك المنطقة تعمل على ارتفاع منسوب المياه أيضا جريان الأودية وأيضا نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأترباء والغبار بشكل يومي خاصة أثناء هبوب العواصف الرعدية ننتقل الآن إلى خراءة توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة لاحظة استمرار لتأثر عموم منطقة الجزيرة العربية بكتلة هوائية حارة درجات الحرارة تبقى مرتفعة لكن أقل من درجات الحرارة المسجلة خلال أيام الماضية درجات الحرارة تكون في أوائل الأربعينات في منطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض بينما تكون بين أوائل الأربعينيات إلى أواصل الأربعينيات في المنطقة الشرقية لكن يكون الطقس أكثر اعتدالا في المرتفعات الجنوبية الغربية ننتقل الآن إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسعى التقصافي مع 30 درجة مئوية أما بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم الخميس تقصافي 41 إلى 29 درجة مئوية يوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة 40 إلى 29 درجة مئوية يوم السبت 41 درجة مئوية كحرارة عظمة أما الصغرات 29 درجة في نهاية نشرتنا نستعرض إياكم هذا الفيديو حيث تعرضت محافظة صبيا بمنطقة جازان خلال 48 ساعة الماضية للترابات جوية قوية وغطت السماء كميات هائلة من السحب الركامية الرعدية التي منعت وصول ضوء الشمس وقلبة النهار ليلا بشكل غير معداد وتساقط الأمطار الغزيرة التي جرت على إثري الأوذية والشعب بهذا الفيديو نصل إلى نهاية نشرتنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر